كان من المستحيل ان نسمح لميليشيا متطرفة مدعومة من ايران وحزب الله ومزودة باسلحة وصواريخ ان تتحكم بدولة مهمة استراتيجيا للعالم وهي ايضا دولة جارة لنا لذا كان علينا ان نرد ونتدخل وخلال الاربع سنوات الماضية تراجع تحكم الحوثيين في اليمن من ثمانين في المائة الى عشرين بالمائة هل ندع حزب الله يتحكم بدولة تقع على حدودنا الجنوبية لا هذا لن يحدث هل ندع حزب الله وايران ان تتحكم بدولة تعد ممرا رئيسيا من نسبة عشر في المائة من التجارة العالمية على البحر الاحمر لا هل نريد ان نعطي اليمن للايرانيين لا